اشتركوا في القناة سوبر ماريو اللي نزل قبل يومين تقريبا فاليوم ان شاء الله راح نحلل التريلر ونتكلم عنها بالتريلر وعنها من شاء اللي لاحظناها وعن رأي شخصي بخصوصها بالتريلر مؤدين اصوات الشخصيات لانه مثل ما نعرفي انه في ناس كثيرا انتقدت مؤدي شخصيات صوت سوبر ماريو المهم اجمعات الخير كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك كل نشر وايضا لا تنسى اللايك موقع التواصل الاجتماعي وبالتحدي في الاستقرام وراح تتعلك اسمع على الشاشة المهم احس بغايت طبعا في المقدمة وماحتين طول زيادة وبسم الله ينبدأ على بركة الله طبعا اتوقع في اللحظة الكل شاهد التريلر الخاص بسوبر ماريو وعن نفسي صراحة لما شاهدته تحمست كثيرا لمشاهدة هذه الفيلم لانه سابقا لما نزلوا قول بان الفيلم قادم ان شاء الله انا عن نفسي ما تحمست وما اعطيتك الموضوع اهمية ولكن بعد مشاهدة التريلر تحمست بزيادة خاصة لشخصية براوزر المهم نبدأ مع التريلر اول شي لاحظنا بالتريلر تزيرة وقلعة براوزر وهي تطير وتخرج من القلعة نفسها نوع اللاذا او النار اللي نوعا ما شكلها وايد حلو عجبني صراحة وبالنسبة لشكل قلعة براوزر صراحة الشكل جدا 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 مخيف وصراحة اي حال بيشوف القلعة امامه على طول رح يخاف ويتراجع امام هذه المنظر المخيف اللي راح يشاهده امامه فبالنسبة لي صراحة عجبني تصميم القلعة فاعطيها عشرة من عشرة مضرعانكم صراحة كتبوا لي رأيكم في التعليقات ومن ثم نشاهد مدينة الثلج او مملكة الثلج وبالنسبة لتصميم مدينة الثلج صراحة ايضا اعطيها عشرة من عشرة وانا عن نفسي ايضا عجبني التصميم بس طبعا مدينة الثلج ما راح يكون لها حضور كبير في الفيلم مثل ما شاهدنا في التريلر لان براوزر دمارها في اقل من دقيقة وهذه الشي واحد حلول لان راوان وعطاننا فكرة عن مدى قوة براوزر المهم فيما يشهد اللاحق لاحظنا صورة افضل لجزيرة وقلعة براوزر واضح مثل ما شاهدنا وقلنا سابقة بان ززيرة لما تطير قادة تطلع والصورة هاي وضحت لنا بان ززيرة براوزر مبنية على شكل بركان او مبنية فوق ززيرة بركان وفي المشهد التالي نلاحظ شخصيات اللي هو الساحر ايضا بالنسبة لتصميم الشخصية عشرة من عشرة ومع ذو شخصيات نقدر نتشوف في الخلفية جيس براوزر واذا بتدقق في الجيش نلاحظ بان اول جنديين عندهم اجنحة على عكس باقي الجنود في المشهد التالي نلاحظ ظهور شخصيات براوزر ومن ثم نشاهد صورة عليا للجيش الشي اللافت في هذي الجيش بان في مدافع مع بعض الجنود وغالبا هذي مدافع هي المدافع اللي شاهدنا في العاب سوبر ماريو ومن ثم نلاحظ اشكال مختلفة لجنود براوزر وليس فقط عبارة عن جندي واحد او شكل واحد من الجنود صراحة ان هاي شي وايد حلو ان في انواع مختلفة من جنود براوزر وبعاهد عندنا المشهد الكيوت اللي هو مشهد البطاريق اللي صراحة عطاني نظرة مختلفة عن المشهد وقير راي عن الفيلم لان مثل ما لاحظنا بان لما البطاريق هجمت على براوزر كلنا توقعنا بان الهجوم رح يكون هجوم ساحق وان اقل شي رح ينشاهد ان يسببون ضرر لبراوزر ولكن لما شاهدنا المشهد اللي عقب لاحظنا بان كل يسوقون يحذفون كرات ثلج فالشي اضاف نكحة كوميدية في نفس الوقت ما قصت من حق المشهد المهم بعرف المشهد التالي لاحظنا بان في كرات ثلج اصابت احد جنود براوزر ولكن معينا من اللي صار لما تلاحظ بان الجندي للامام اللي قلنا سابقا بانه عندنا جناح تدفذي المشهد ما عندنا جناح فالسالة راح نفسه هل الصورة المساعية او المقطع اللي شاهدنا سابقا نوعا ما كان فيه خلل او ان الناظرة مكانت نوعا ما واضحة او ان المشهد اللي قاعدين تشوفه حاليا عطاننا زاوية نوعا ما قير واضحة الجناح اللي يحمله الجندي فالله واعلم وراح نكتشف مع بعض لما نشاهد الفيلم ان شاء الله وفي المشهد اللي بعد شاهدنا بان الساحر قاعد يستعمل قوته بس قبل لا يستعمل قوته اللاحفة الخلفية في صورة الملك وهو قبضين عليه فمسكين يعني ثم القبض عليه وراح يشوف قلعته هي تدمر امامه المهم بعد الساحر استعمل قوته وشاهدنا بان هذي الساحر قوته ما يستهام فيها نهائيا لانه قدر يباع كل البطاريق في لمحة بصر المهم في المشهد اللي الساحر استعمل قوته وابعد البطاريق ايضا راح نلاحظ بان الملك موجود في الساحرة راح نفسه اشلون ملك صار احني وكان في المشهد القابلي هالمشهد بالعكس كيف الله واعلم راح نعرف لما اشار الفيلم ان شاء الله وبعدها الهيبة ايه نعم مشهد الهيبة هذي هو المشهد اللي راح اسميه الهيبة هذي المشهد بالرغم انه ظهر لثواني معدودة الا انه احلى مشهد في التفايلر كامل يا اخي ما دي شنو اقول بس المشهد عظيم 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 يعني اعطاننا نمحة قوية لشخصية براوزر وطاقة براوزر والنور اللي قد يطلقها براوزر من فمه وبس معلومة ارى انا قاعد اتكلم من وشهد شخص ما يعرف او ما يلعب العرب سوبر ماريو فما عندي خلفية عن الشخصيات اللي يمكن خلفية بسيطة جدا فلما تجوني شوي ابالق في وصفي للاحداث لانه هذي فعلا اللي حسيت فيه لما شاهد الترايلر او مشهد معين ومن ثم بعد تدمير القلعة براوزر يحصل على النجمة وهذه النجمة واضح انها راح تكون محضر الفيلم وقد يكون بان اخر نجمة فبراوزر راح يطلق النجمعة هي النجمة الموجودة في مملكة المشروم واللي هناك راح يواجه ويقابل ماريو لاول مرة وطبعا اكيد وراء تجميع براوزر للنجوم اكيد عنده هلف معين بيوصل له شنو هو الهدف شنو الشي اللي بيسوي او يوصل له الله واعلم المهم نستمر في التحليل وطبعا في الماشهد التالي انشاهد ماريو لاول مرة وهو ينحذف او ينقذف من قبل الانبوب الاخضر المشروف في العاب سوبر ماريو ولما ينقذف سوبر ماريو في هذه البوابة اللي فوق الانبوب راح تلاحظ بان في نجمة موجودة وهذه النجمة تدعى لان مملكة المشروم عندها نجمة قد يسعى لها براوزر وطبعا يقال بان في الفيلم راح انشار عدة ممالك تظهر في الفيلم اللي براوزر يسعى للحصة على نجومها وان مملكة المشروم هي الا مملكة واحدة اللي براوزر يسعى للحصة على نجمة هذي المملكة وقد تكون هي اخر مملكة يذهب اليها براوزر بعد ما يجمع جميع النجوم ومن ثم في الماشهد التالي لاحظنا شخصية تود لاول مرة بالنسبة لمعطا شخصية تود ايضا عشرة من عشرة كذلك معطا شخصية سوبر ماريو فيها ممتاز فايضا تقييم لها عشرة من عشرة ومؤدي شخصية تود صراحة كان ادى الدور من خلال شاهدته في التريلر دي البسيط على اكمل وجه نفس جاك بلاك اللي ادى صوت شخصية براوزر ادى باكمل وجه اما بالنسبة لشخصية كريس برات اللي ادى دور شخصية سوبر ماريو بالنسبة لي صراحة ان نوعا ما ما عجبني صوته بس راح احكم عليه لما شاهد الفيلم كله ومن ثم في الماشهد التالي اللي هذال وماريو يتنقلون ذهبين الى القلعة والقلعة ما ثم ما شاهدها من بعيد هي عبارة عن قلعة باللون الوردي بالكامل وفي الماشهد الختام اللي تريلر ان لوحه شخصية لويجي وهو يهرب من سلاحه في العظام اللي يسمها درايبون طبعا شكلهم جدا جدا مخيف وعينهم اللي باللون الحمر ايضا مخيف جدا على عكس اللي شاهدناها في الالعاب لانه لما تعرف في الالعاب لون عيونهم هو اللون الاصفر على عكس اللي شاهدنا في الفيلم لون عيونهم لون احمر وهذه الشيء عطى هذي شخصيات او درايبون ما ظهر مرعب جدا المهم هنا في نظرية تقول بان لما ماريو تم ارساله الى مملكة المشروف لويجي تم ارساله الى قلعة براوزر وبعهنا اللعظ بان لويجي قاعد يركب امام قلعة ويقال بان هاي القلعة قد تكون قلعة براوزر او احدى قلعة براوزر المهجورة او القلعة الاخرى لانه يبدو بان براوزر عنده اكثر من قلعة لشك تشذيب لانه اللي قاعد نشوفه الان امامنا عكس اللي شاهدناه في البداية التريلر بانه السفينة الطائرة والقلعة الطائرة مختلفة كلية عن القلعة اللي امامنا فقد تكون هذي القلعة قلعة اخرى لبراوزر وشو عرفنا ان هذه القلعة قلعة براوزر لاحظ العالم فوق راح تلهظ عالم براوزر وطبعا هنا ينتهي التريلر الخاص بماريو مع دخول لويجي القلعة ومحاولته في اقلاق بعض القلعة ومع ظهور موعد اصدار الفيلم مثل ما لاحظنا بان موعد صدور الفيلم هو السنة القادمة بالتحديد تاريخ سبع اربع يعني تقريبا باقي ست اشهر او سبع اشهر بالتحديد من اجل نزول فيلم سوبر ماريو المنتظر فالشيدي نكون وصلنا الى نهاية تحليلنا المهم بالنسبة للرأي الشخصي صراحة معجرني التريلر تحمست الفيلم حماسي وصل للتوب وبالنسبة للستايل الفيلم عشرة من عشرة مؤدي اصوات الشخصيات كلهم عجبوني ما عدا كريس برات شوي اندي التحفظ في صوته ولكن راح احكم عليه لما شاهد الفيلم ان شاء الله المهم كتبوا لي رأيكم في تحديقات ويعطيكم معافة المشاهدة ومع السلامة شكرا